قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمينة تنياهو أن هناك ضغوطاً دولية لمنع عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة لكنها لن تثنيه عن إطلاق هذه العملية وأشار إلى أنه سيواصل التصدي لهذه الضغوط مؤكداً أن عملية دخول رفح قائمة للقضاء على حمس هناك ضغوط دولية لمنعنا من دخول رفح لن تثنينا هذه الضغوط لقد قمنا بذلك بنجاح منذ خمسة أشهر وهذا وقت قياسي في تاريخ حروب إسرائيل سأواصل إبعاد هذه الضغوط وسوف ندخل رفح ونقضي على حماس